موسيقى 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 أنا حين على طريق إلى درة البحرين لأن اليوم رفيجي بيطبح باربكيو على طريق ولاية تكساس الجو مش كويس اليوم ترى أعتقد أن الأكل بيكون حلو إن شاء الله كل شيء اوكي في درة البحرين لأنني عانق وايد باربكيو موسيقى 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 يوم كنا في درة البحرين كان في ريح قوي وما يشتغل المايكروفون فسجلنا حوار عن الطبخ بعدين وهذا هو موسيقى أولاً أهم شيء خبرني عن ملق الأحم الشوت الرب شلون تتبقى أول شيء نشوي نشيل من الماء اللي كان معاه في الشيس اللي طلعناه مننا عبدالله طلعاً من انترنت نطبقها لمدة ثمان ساعات أو تسع ساعات أول أربع ساعات وتكون سموك محمد يعرف دي الشغلة يعني هو اللي يسيطر على الحرارة يعرف يفتح الفلفات فيشتغل عليها موسيقى نخلي لمدة أربع إلى خمس ساعات موسيقى أعتقد أن نغطي بقصدير ننفه بفويل يعني المسيقى نغطي ونخليه بعد أربع ساعات ليه ما يوصل اللحم موسيقى موسيقى الانترنت موسيقى نسيله ونضعه لرسط لمدة ثاعة وطبعاً نفس ما قلت هذه هو مالك اللحم موسيقى 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 قبل أن نرى خبرني عن الفلانك ستيك كيف تطبخه الفلانك ستيك وطبعاً الطبع الجرم التواني وطبعاً فأنا نرى حرارة كبيرة كل موسيقى بالقرق يستطيع أول دقيقة فلا يحترق هذا خطوان حيث نفس الشكل وطبعاً لتصطي أن تطلب flavor يصار لك حدوب الثلاث اقطاع اللي معاهم شاحب اسمهم بيكانيا بيكانيا هذي ال Queen of Stakes اذا طباقتها Direct Heat بتخسر طعامها اذا طباقتها Under Direct Heat اللي يسمونها Reverse Searing عقب تقطها في ال Searing Direct Heat هاي احسن طريقة حك تطبخ فيها البيكانيا والتندرلوين نفس الشي احنا نقيس حراراتهم ليه ما يصلون حرارة 140 بالبروب ليه وصلت 140 نسوي لها Searing ونشيلها ونحطها 5 دقائق حقش يصير تأبزور تصير نصير ال Queen of Stakes حق البون ان رباي اللي حصلنا حصلنا للمربلن اللي عليه الانترموسكيلر فات اللي بينه كم واي بزين كما نحطنا مع البيكانيو و جربنا البيكانيو فقلنا نجرب Direct Heat يعني أفوق الفحم تقريبا والتتبيلة نحطها بسيطة مع السلطة والسلطة 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 و 2.5 دقائق و طلع و أنا بالنسبة لي كنت أحسن طبخة وهو واحدة رحين فنالي الانترموسكيلر والسلطة 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 بعد ما جاهزة أكلنا الباربيكيو الأفضل في كل الخليج والسلطة 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 والسلطة